وأخيرا تمكنت القوات العراقية من استعادة بلدة القائم والمعبر الحدودي بين العراق وسوريا خطوة تزامنت معا من الجهة المقابلة مع سيطرة القوات السورية على مدينة دير الزور واقترابها من استعادة البوكمال لكن نهاية داعش في مثل هذه المناطق الحساسة تحيل على التساؤل عن خطط الأطراف المؤثرة على الأرض في معارك نفوذ لا تقل شراسة عن معركة داعش قاب قوسين أو أدنى بات انتهاء وجود تنظيم داعش في العراق وسوريا فبعد استعادة مدينة دير الزور أطلقت قوات النظام السوري عملية أخرى لترد داعش من البوكمال الحدودية مع العراق عملية تتزامن مع إعلان القوات العراقية السيطرة على المعبر الحدودي في القائم بين العراق وسوريا في إطار عملياتها العسكرية في محافظة الأنبار ما يجري في القائم ودير الزور هي آخر العمليات القتالية ضد داعش في البلدين ما يعني قرب انتهاء الوجود العسكري للتنظيم هناك فمسلح داعش بعد المعارك الأخيرة أصبحوا متشرذمين في جيوب صحراوية في الأنبار العراقية والبادية الشمالية السورية غير أن هذا الضعف والتشتت لا يعني بالضرورة الانتهاء الفعلية لوجود التنظيم وفق كثيرين فعدا عن بقاء المرجعية الفكرية الملهمة لداعش لا تزال الخلافات والفوضى التي يتغذى عليها التنظيم المتطرف قائمة في المنطقة وإن بأشكال مختلفة ومتفاوتة الشدة فاستعادة المناطق التي حكمها التنظيم لسنوات خلقت صراعات وخلافات جديدة سواء بين ساكني تلك المناطق أو بين الأطراف التي تسابقت للسيطرة عليها صراعات تتمثل في كيفية إدارة تلك المناطق وتوزيع النفوذ والسلطة وذلك لما تحمله تلك المناطق من أهمية جغرافية واقتصادية شكلت الدافع الأساسية للأطراف المتسابقة وحلفائهم للخوض في معارك استعادتها وعلى ذلك من المرجح أن تفرض تلك الصراعات والتجاذبات واقعا جغرافيا وسياسيا جديدا قد يخلق ظروفا مشابهة من تلك التي استغلها داعش لتمدد نفوذه قبل أربعة أعوام كالانقسام والإقصاء والفساد كما لا يمكن تجاهل كم الانتهاكات التي نفذ ضد المدنيين خلال معارك استعادة المدن من داعش خصوصا تلك التي اكتسبت صبغة طائفية وهي انتهاكات قد تخلق أجواء انتقامية في تلك المناطق يضاف إليها هجمات انتقامية منفردة قد ينفذها أعضاء التنظيم المهزمون داخل وخارج حدود العراقي وسوريا ولمتابعة تطورات المشهد على طرفي الحدود العراقية السورية إليك سامي وهذه الخريطة الميدانية يعني اليوم فعلا تمت السيطرة على دير الزور وطارد مقاتلي داعش ومن الجهة المقابلة أيضا المعارك في القادم وهذا التقدم السريع للقوات العراقية آخر معركة كبيرة تم الانتهاء منها يبدو أن التنظيم في أيامه الأخيرة وهي أيام معدودة عمليا التنظيم فقد حوالي 90% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وفي سوريا طبعا اليوم حصل تطوران بارزان التطور الأبرز كان على الساحة العراقية هو سيطرة القوات العراقية حقيقة على مدينة القائم وعلى معبرها الرئيسي هنا معبر القائم أو معبر حصيبة هذه آخر معركة كبيرة ضد داعش تم الانتهاء منها أهمية القائم حقيقة مشاهدين بالنسبة لداعش هي أنه كان ينقل مقاتليه من العراق إلى سوريا كان ينقل إمدادات اللوجستية من العراق إلى سوريا والعكس صحيح لكن واضح أنه نتيجة الخسائر التي تكبدها التنظيم المتطرف من القوات العراقية والعشائر والحشد الشعبي انسحب العديد من مقاتليه من هذه المدينة من مدينة القائم إلى داخل ربما بعض المناطق القريبة من سوريا فيما ذاب البعض الآخر في الصحراء الشاسعة كما نشاهد هنا باللون الأسود ذاب عناصر تنظيم داعش في هذه المناطق حاليا لم يعد أمام القوات العراقية سوى استعادة قضاء راوى كما نشاهد هنا في هذه النقطة لم يتبقى سوى هذه المنطقة وأيضا مناطق صحراوية من محافظة الأنبار لكن لا تعتبر هذه المناطق ذات كثافة سكانية هنا جبال سهول وما إلى ذلك وبالتالي هي مناطق صحراوية التطور الثاني الذي حصل هنا هو استعادة قوات الجيش العراقي كامل مدينة دير الزور مركز مدينة دير الزور مع القوات المتحالفة مع الجيش السوري بالإضافة إلى بعض الميليشيات الإيرانية وبالتالي تم إنهاء وجود داعش في سوريا لا تزال قوات الحكومية حقيقة على بعد حوالي أربعين كيلومتر من أهم منطقة هنا أربعين كيلومتر وهي منطقة البوكمال المواجهة للقائم العراقية القوات السورية تستعد لمعركة حاسمة مع التنظيم المتشدد لكن الكثير من المتابعين لا يتوقعون مقاومة شرسة وسط استسلام الكثير من مقاتليه إذن التنظيم يتبدد بعدما كان يتمدد هو في أسوأ أيامه هناك تشتت لعناصر تنظيم روبير البعض يقول بأنه عمليا سينتهي التنظيم لكن فكريا وعقائديا التنظيم لا يزال حاضر في الكثير من أذهان أتباعه ومناصره اللافت أيضا في هذه المعركة هذه السرعة في تحرير الضفة الشرقية لنهر الفراد هذه البلدات المترامية على حدود الصحراء والبادية السورية ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والإستراتيجي خليل الحلو أهلا بك عبر سكاينيوز عربية جرال حلو اللافت في سرعة هذه المعركة هي نقاط التماس والخطوط المتقابلة بين القوات العراقية عند الحدود من جهة القائم وبين أيضا الميليشيات وقوات السورية هذه السرعة والقضاء بسرعة وتشتيت المقاتلين باتجاه البادية السورية الواسعة هل تفرض خارطة جديدة في هذه المعركة أما أن هذه المعركة مفتوحة على كل احتمالات قوات التحالف هي من تضبط هذه الحدود نعم بالنسبة للحدود سبق وقد ناقشنا هذا الأمر عدة مرات هناك خطوط حمر أمريكية معلنة ويتم إعلانها تكرارا من قبل القيادة الوسطى الأمريكية وهي منع إيران من تحقيق التواصل البري بين بغداد ودمشق أكان عبر دير الزور أو عبر ممرات أخرى معبر القائم ممسوك أمريكيا وهو المعبر الرئيسي هناك معبر آخر يمر عبر المناطق الكردية في سوريا وهو مقفل أيضا في وجه الإيرانيين يبقى معبر البوكمال القائم هنا التفاصيل إذا نريد أن ندخل بالتفاصيل من يسيطر فعلا الآن بعد انتهاء المعركة على معبر القائم هل هي القوات العراقية التابعة لحكومة العبادي أم أنها قوات الحشد الشعبي الحالتين ليست متشابهتين إذا كانت قوات الحشد الشعبي هي التي تسيطر وإذا سيطرت القوات السورية النظامية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة على معبر البوكمال وهذا مرجح جدا فنحن أمام امتحان لما ستقوم به قوات التحالف هل ستقوم بضرب هذه الطريق أو بإقفال هذه الطريق أو بالضغط على الحكومة العراقية لمسك معبر القائم كل شيء وارد هنا ولكن الأهداف الأمريكية هنا واضحة هل سيمكنها تحقيقها هذا يعتمد على تعاون العراقيين وهذا أيضا يعتمد على مدى قدرة موسكو على التأثير على حليفها المتواجد في دمشق والواضح هنا أن موسكو تحاول التهدئة وزيارة بوتين إلى إيران كانت في هذا الإطار لذلك الاحتمالات كلها واردة اليوم لإجابة بشكل مباشر على السؤال الذي طرحته وحضرتك الاحتمالات كلها واردة لأن داعش ستنتهي طبعا ستنتهي داعش الدولة انتهت عمليا يبقى داعش التنظيم الإرهابي الذي سيستمر في عمله كما استمرت سابقا كما استمرت سابقا تنظيم القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى وهذا بديهي إنه لا يقاوم الآن إنما يقوم بقتال تأخيره ويضحي ببعض مقاتله أما الباقين يزوبون بين السكان ويحاولون إعادة تنظيم خلايا وهذا شيء بديهي لا لزوم للحصول على معلومات للتكاهم بذلك هذه الخلايا ستقوم حتما بأعمال إرهابية طيب سيد خليل أنت قلت بأن هناك القوات الأمريكية التحالف الدولي يراقب الوضع عن كثب هو لا يريد للميليشيات الإيرانية أن تمسك هذه الحدود لكن ما الذي يجعله يصمت حول مشاركة الحجد الشعبي عمليا في معركة القائم هو ميليشيات هذه موجودة لماذا لا يرفع الفيتو حول مشاركتها منذ البداية لماذا ينتظر حتى تمسك بالحدود وبالتالي يتم قصفها بعد هذا الأمر نعم لأن الأفضلية للأمريكيين المعلنة والعملية هي القضاء على داعش وقد وضعوا لذلك الموارد الكبيرة جدا هم ينفقون يوميا ومنذ العام 2014 حتى الآن ينفقون يوميا ما بين 12 مليون والعشرين مليون دولار ويقومون يوميا بين العشرة غارات والثلاثين غارة على داعش الإعلام يركز على الغارات الروسية طبعا هي فاعلة خاصة في المدة الأخيرة ضد داعش ولكن الغارات الأمريكية والحليفة طبعا بدأت منذ العام 2014 القضاء على داعش وأفضلية لذلك سكت الأمريكيون عن مشاركة الحشد الشعبي لأن عندما سقطت الموصل وانهارت القوات العراقية في حزيران 2014 لم يكن هناك أي خيارات أخرى غير السماح للحشد الشعبي وحتى تشجيع الحشد الشعبي بمسك السلاح وإيران استفادت جدا من هذا الوضع وأرسلت قوات الحرس السوري الإيراني والجنرال سليماني شهد عدة مرات في العراق وفي سوريا يتنقل بين قواته وبين الميليشيات الحليفة له والأمريكيون كانوا يغضون الطرف لأن الهدف كان مرة أخرى القضاء على داعش أما الآن وداعش قد قضي عليها عمليا أو سيقضى عليها عمليا خلال الأيام القادمة فنحن أمام مواجهة واضحة بين إيران وواشنطن ونرى اللهجة تتساعد من الجهتين على عدة ملفات أكانا نووي أو القوى الصاروخية الإيرانية أو التدخل الإيراني في منطقة الشرق الأوسط أستاذ خليل نعم ساق معك كما أشرت إليه ودو قليل تحديدا المواجهة بين واشنطن وإيران وسائل إعلام تابعة للنظام السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية نتحدث عن نقاط تماث بين الجيش السوري والقوات العراقية هل هو ترويج لما أشرت إليه بداية وهو من سيسيطر على أرض الميليشيات الحجد الشعبي أم القوات العراقية لهذا السبب بدأ هذا الترويج يعني بعد ساعات من السيطرة على داير الزور نعم السيطرة على داير الزور كان هناك جيب لداعش في داير الزور يصمد منذ أسابيع سقط اليوم أم الطبع السوريون أو الحكومة السورية أو النظام السوري يستثمر إعلاميا كل الانتصارات أو كل الإنجازات التي يحققها على الأرض لتغطية الضعف الذي يتخبط فيه إن أصحاب القرار في سوريا أو على الأقل في الأجزاء التي تسيطر عليها نظريا الحكومة السورية أصحاب القرار ليسوا فقط في دمشق هناك أصحاب قرار في موسكو وهناك أصحاب قرار في طهران وهناك تفاعل بين إيرادة موسكو وإيرادة طهران وإيرادة النظام السوري طبعا النظام السوري يريد التمدد إلى حده الأقصى هذا ليس هدف لموسكو هذا هدف لإيران ولذلك تحاول الحكومة السورية أو يحاول النظام السوري الظهور بمظهر صاحب القرار عندما يقوم بأي إنجاز ولكن في الواقع لن يستطيع القيام بأي شيء دون إيرادة موسكو أو دون التفاعل بين موسكو وطهران وهنا عندما يصل الأمر إلى الحدود العراقية السورية ليس بالضرورة أن تكون أهداف موسكو وأهداف طهران تلتقي يمكن أن تكون متفارقة لذلك أعود إلى الجواب الذي أعطيته منذ قليل هناك احتمالات مفتوحة على مصرعها والوضع الدقيق جدا في المنطقة ككل وليس على الحدود السورية العراقية فقط سيد خليل ملاحظ أيضا أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تتحرك في دير الزور وتنزل حتى إلى الريف دير الزور الجنوبي لكن بعد سيطرتها على عدد من أبر النفط توقف هذا التقدم برأيك لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية قوات سوريا الديمقراطية في الإمساك بالحدود من هذه الناحية هذا ليس مستبعدا على الإطلاق أريد أن أذكر بأن قوات سوريا الديمقراطية عديدها الأقصى في أفضل الأحوال وفي أفضل احتمالات هي 80 ألف 80 ألف مقاتل وهذا العديد لا يكفي لتغطية المنطقة الواسعة التي تسيطر عليها هذه القوات وقد سمعنا اليوم من بيروت أحد المسؤولين الإيرانيين يهدد بأن القوات السورية ستحاول التقدم باتجاه الرقة أريد أن أشير أنه عندما انتهت معركة الرقة تفرغت هذه القوات لمعركة المحافظة دير الزور وقد تقدمت وتوقفت هذا تقنيا التوقف ليس مستغربا فعندما تتقدم قوة بهذه المساحات الواسعة هي بحاجة لإعادة تنظيم ولإعادة ترسيم المهمات المختلفة وهذا يتطلب وقتا خاصة لقوات غير مجهزة مثل قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتمد بشكل أساسي على الطيران الأمريكي ليس مستبعدا أن يقوم الأمريكيون بدفع هذه القوات وبإرادة من هذه القوات بدفعهم إلى منطقة البوكمال ولكن المشكلة هنا هي أن البوكمال تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات وهي نظريا المنطقة التي يتقدم فيها الجيش السوري النظامي فهل سيحصل التصادم لا أعرف ويمكن أن يحصل هذا التصادم كما قلت لك الوضع دقيق جدا فأصحاب القرار في واشنطن لا يمكن توقع ماذا يمكن أن يقرروا وكذلك أصحاب القرار في تل أفيف لأن تل أفيف معنية جدا 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 بفتح هذه الطريق لأن بنظر الإسرائيليين تدفق العتاد والزخائر عبر هذه الطرق الذي هو أسهل بكثير من الطرق البحرية والجوية يشكل خطرا على إسرائيل هذا ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون والوضع المتعزم بين طهران وواشنطن ودور موسكو كما يبدو هو للتهدئة هل ستستطيع موسكو التهدئة أو هل منطق ردات الفعل العنيفة من كافة الأطراف سيكون هو الطاغي لا أعرف يجب متابعة الوضع خلال الأيام القادمة لأتحسس ما سيحصل في المستقبل القريب وعلى المدى المنظور من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل حلو شكرا جزيلا لك أنا لافت أيضا سامي كلام على أكبر ولايتي من بيروت مستشار المرشد الإيراني بشأن الخطوات المقبلة ما بعد الرقة تهران في الميدان تلقي بثقلها باتجاه المكمال السيطرة على هذه المنطقة النفطية أيضا تعني تحول في الحرب السورية تعني تحول وتعني إنشاء هذا الممر البري الذي تحدثنا عليه مرارا وتكرارا من تهران إلى غاية البحر العبيل المتوسط وهو ما يثير الكثير من القلق ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور إيران القادم وهذا ما سيفرض أيضا المواجهة مع قوات التحارف وتحديدا مع واشنطن شكرا سامي